اه احنا المرة اللي فاكت كنا بنتكلم على وقلنا منها ان انا كنت محتاج اعمل بتاع البروجيكت واتفقنا ان بمعنى ان انا ممكن اكراش عشان بدور على بونس انا كاتب مسلا للرجل اللي لو هتبسلمني بدري يوم يبقى اليوم ده وبونس مثلا مئة الف او خوص مئة الف. على حسب اللي هم هيعملوا الديل عليه. او يقول لا ده عشان لو انا لقدر الله حصل او حصل في الامور امو. او مخشش في رقش البوليكت واتفقه اي فبحاول ايه الحق نفسي وارجع البروجيكت وبتراك بتاعي او او انا انا وانا برن المشروع لانك ان فيه اوههد كاست زي ما قلنا كده كان دينا مثال ان فيه فلوس بتدفع دون انجاز في المشروع يعني فيه اكتيفيتز بتتم ملهاش دعوة خالص بالمتعلقات لانهاء المشروع زي ما قلنا حتى دينا اكزامبر كده ضريف الناس اللي عمالة تاكل وتشرب وايه وتدخن وفتح النور وبتبعد فاكسات وتتلم في التليفون كل دوت ممكن يكون الاكتيفيتز اللي هي مش بتعلقة بانجاز المشروع دي اكتيفيتز كلها ملهاش دعوة بانجاز المشروع ولكن بتكلف الشركة او بتاعتك فلوس من غير ما تونيبس وبنها انا عليه من حق الشركة ان هي تاخد اجراء ان هي تفكر ان بدلا ما تدفع في الفلوس دي تقول لا انا الوقت عاوز ازبط اموري وانجز الشركة يعني يعني انجز الشركة يعني احاول الفلوس دي توفرها ويتخش ضمن الايه الفلوس اللي ممكن تدفع بس فيه انجاز يعني بغير صورة بتاعت الفلوس اللي تدفع دينا ودينا اكزامبل لحضراتكم نتذكر كده بقى برضو سريعا ان انا قضام حضراتكم الشيشة صح كده الاجزامبل بجعل بقراش بيقول لي consider the following project activities with their normal and the crash time. طيب يعني زي ما قلنا مش هدفع في اي وخلاص قلنا اول حاجة لازم ادفع في الكريتكال باث لان هو اللي بيحدد زمن انتهاء المشروع وطالما هو هيقفض يبقى انتهاء المشروع زمنه هنخفض لو انا دفعت في وعملته مش اي في الكريتكال باث تدفع فيها لأ انا هترجط بتاعته ولكن هدفع في اقل كاست ودي الكريتيريا اللي احنا بنناها مرة اللي فاتت ان انا هدفع في اقل ايه في اقل كاست طالما انا شايف قدامي ادفع فيها جنيه بدل ما ادفع اتنين جنيه يبقى احسن لي ابتدي بيه لان كده كده انت تترجب بتاعت انه ال ايه ال time او ال completion time من غير ما انت تسأل بقى انت دفعت كام صح خلاص بقى اخلي بكم دي بتاعتنا انا هقول ان انا هبدأ ازبط حالي ان انا هدفع في الاقل ابدأ بقى ايه ادفع في الاقل فالاقل الاقل فالاقل لا الاقل فالاقل دي هنا كلمة تعني عشان بس ما اصالش كون فيها الاقل فالاقل بمعنى اقل كاست في الاكتيفيتز بتاعت ادفع فيه وطالما انا لسه ما فيش سقفة اتحرك فيه فانا هدفع في كل مرة في الايه في الاقل كاست لو لو واحد خلاص استنفزته زي ما قلناها كده تقول لي ماشي روح للاكتيفيتز اللي بعده بس اقل كاست برضو فالاقل فالاقل هنا ده اللي ما يعنيه يعني ابدأ لما واحد استنفزه ابص على الاقل اقل في الاكتيفيتز بتاعتك البعض. تمام كده? طيب. نراجع بقى الكلام دوت فبيقول لك اه دي عندك من ايه لحد اتش. ده ازبعتهم وبعد كده فساعدتك كده تقدر تقول لي انا عندي آآ آآ قدر ازبط الايه? النورمال تايم والكراش تايم اعرف منهم ان انا اجيب الايه الدلتا سي على الدلتا تي. لما اقول لي بقى الكاست بتاعت النورمال والكاست بتاعت الكراش. واضح هنا ان الاربعة وثلاثين ده الكاست لما كون ادفعنا كتير او لما هامر بقشة. دي زي ما اتفقنا هتزود الريسورس او الفسائلات. عمالة فعندك النورمال كاست والكراش كاست لما اطرح الاثنين من بعض هتجد كده الدلتا كاست او الدلتا سي. ولما تقسمهم على الدلتا تايم اللي هو هيدك الدلتا تي. اجيب الاسطلاف ازاي? زي ما اتفقنا بقسم الدلتا سي على الدلتا تي عشان اجيب الكاست تايم. طيب هو انا بيشتغل بالويكس. يبقى عشان اجيب الكاست بتاع الويك الواحد لازم اقسم الاربعة وتلاتين مينس خمسة وعشرين على خمسة ناقص اتنين. يبقى انا محتاج اجيب كالم تاني زيادة على الكالم دوت. هو بيقول لك هدروه بقى طبعا استخداما اي او اي ولا اي او ان هتحدد وحتقول لي مين هو ماشي هتبدأ بقى تشتغل على القصد. ويقول لك انك تكراش لايه? لسيكس ويكس. طبعا لو انا حطيت لك قلت لك انك تكراش سيكس ويكس. يعني انا قلت لك تكراش هنا بعدد من الازمنة. يعني ممكن يقول لك او على دلمرات. يعني اقول لك انك تكراش لايه? دوت كم مرة? او اقول لك لحد ما يكون سقفك خمس تلاف جنيه يبقى ممكن يبقى سقفك. او الاتنين. او الاتنين. عشان الناس تريد بتسأل مرارفاتي اتنين اعمل ايه? ايهما اقرب. يعني طول ما انا بكراش. ولسه ما جبت السقف الخمس سلاف. يبقى انا افضل اكراش. طالما لسه ما وصلتش كمان لخمس اسابيع مساء. يبقى افضل اكراش لحد ما وصل لمين ايه? اول ما سقف ييجي. سواء ده او ده يبقى يعني كاني احطت لك مش ماشي? يعني يا قابله الاول يا عدد المرات قابلها الاول. وبعد كده هاتلي الايه? ماشي. طيب. انا هبدأ اكونستراكت. زي ما قلنا هو مزود للك ايه? الكالم بتاعت ايه? الاسلاف. دلتا سي اوبر دلتا تي. وهيبدأ يرن بتاعته. تحدد الايه? طبعا هنا هتشوف انت تتاعت وهتحدد الكريتيكال باث هو احدد هنا وان الكريتيكال باث هو مين الايه? هو اكبرهم زمنا. وهيبدأ في الايه? في الايه? لو رجع هنا ايه? سي ايه? الراجل هيتفع في واحد من دول ادي الايه? ادي ايه? الهيستري اللي هو عامله? طبعا لو حضرتك هتراجع وراه هتعرف ازاي هو الراجل دو تنفذ الكلام دو. اهو لو انت عاوز تشوف التفاصيل. ايه? بتلات تلاف. سي تسعة تلاف. ايه? سبعة تلاف. اتش عشر تلاف. طبعا هيدفع في ايه في اقل كوست وهو الايه? اقدر استنفذه كم مرة? او ارنه كم مرة? تلات مرات. سي تسعة تلاف. ويه? الايه سبعة تلاف والايه تشعة عشر تلاف زي ما قلنا? فالراجل اول حاجة قال انا هبدأ ادفع في الايه الاول? تلات تلاف. وبدأ يشوف لما دفع في الايه? سمع ازاي? في شايفين فوق فلما خفض او دفع في الايه? تلات تلاف خفض في كل اللي كل من له او كان مشترك ايه? راح منزلهم للايه للتايمز دي. من دي وصلهم لدولة. لما دفع في الايه? وصل الاخ دوت لسبعة وعشرين فتساوى مع البعض دوت 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 سبعة وعشرين. كما لازم يدفع في الاتنين سوى. طيب. اما ان ادفع. طبعا اتفقنا الكراتيريا بتاعك هي ايه? هي الاقل ايه? صح? بغض النظر على انه طبعا ياريت. ياريت ان هو يكون مشترك. لو كان فيه اكتيفيتي مشترك يبقى اهلا وسهلا بيه. طيب. لما شوف هنا البي سي اي اتش. وهنا الاي سي اي اتش. فطبعا الراجل دوت شاف ان البي مش مشترك مع الاخ دوت ولا الايه. فلو هو هيبقى قراره انه يدفع في الاي والبي مع بعض. او يشوف بقى يا سي يا اي اتش. يعني يدور في السي او الاي او الاتش. هو لقى طبعا ان الايه هيدفع سبع تلاف. لان الايه والاتش زي ما قلنا. تعال نشوف نفتكر. اوكي. السي. انا. والاتش. السي بتاع تلاف. الاي سبع تلاف. والاتش عشر تلاف. انما لو هيدفع. طيب. اوكي. ماشي. طيب. انا الوقتي خلاص عرفت ان هو هيدفع في الاقل او الكريتيريا بتاعته زي ما قلنا اقل كوست. فالراجل لما دفع في سبع تلاف. احنا بقى خلاص هنصل في الارقام بتاعته دي. سبع تلاف في الايه. فكل من هو في الايه هينزل بيوم. راح وصل من دول الارقام دي الارقام اللي تحتين. فلقى عنده برضو لسه دول زي بعض. فلازم ينزلهم هما الاتنين. انما هو للأسف الايه عنده كان سبع تلاف. وكان مرة واحدة. فمش هيعرف استنفذها خلاص. مش هيعرف يتسع في الايه تاني. فلازم عشان يعمل حاجة زي كده. هيتسع في ايه? في كل من هو اقل كوست. ولكن ممكن يكون مشترك او لا. ممكن يكون اكتيفتي او ما يكونش على حسب. طيب. فهو لقى ان يتسع في الايه والبي مع بعض بثمان تلاف. يبقى كل من هو في الايه في الفاتز مشترك في الايه والبي مع بعض. لازم ينزلوا بايه بيهم. فرح منزل ها بص عليهم فوق كده شاكمين الايه. وفين البي راح منزلهم من الايه من الايام دي. للايام دي. وبعد كده اتفع تاني في الايه والبي وبعد يدفع في السي وبعد يدفع في السي. هو كده عمل كام واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. لازم يقف لان كان الوردر بجاعه نعم الكراش بكام ويرجع الراجل بقى يحسب التوتال كوست. ايه التوتال كوست? اول حاجة يدفع النورمل بلاس الكراش. ادي النورمل. هيجيبها من ايه النورمل? من هنا. هيشوف النورمل كوستس اهي. هيدفع ايه النورمل كوستس كلها الاول. وبعد كده هيحسب الكراشنج ايه? الكراشنج كوست. وهيجمع الاتنين على بعض. ده كده ما كنا بنأكد عليه المرة اللي فاتت كلمة ان انا اعمل كراش مش موضوع ادفع وخلاص لأ كنا متفقين ان احنا ندفع في ايه? في الكوست الاقل بالنسباني. عشان اقدر انا اضبط اموري. طيب احنا عندنا بقى الوقتي اه موضوع تاني محتدين? نركز عليه شوية. الا وهو? الايفاليويشن بقى بتاع البروجيك. كده? ايه موضوع ايفاليويشن بروجيك? هو اي مشروع هدفعه خلاص? لا. مش اي مشروع انا هدفع فيه خلاص. او او بمعنى اصحي الكلمة اللي تناسبه انفزه خلاص. لا مش اي مشروع هينفزه. المشروع اللي انا هشتغل عليه? لازم يحقق التارجيب بتاعه. او اللي احنا قلنا عليهم كده نستنينها ان اتحقق منها الهدف ده او لازم ايه نشوف ان ده جاي بهمه بالبالة دي كده. عشان ما نقعدش بس ان ايه نرانه وخلاص يعني. جاي بهمه دي بقى ايه? على حسب زي ما قلنا الستيك هولدرز لما يعودوا مع بعض ويطراضوا كده. طيب. ايه بقى? ها موضوع النهاردة? ان انا ازاي انا الايه? او ازاي اختار او اشاور على المشروع او اقرر ان المشروع يتعمل ولا لا? في ناس فكرت في من وجهة نظر يعني اه اه ماني وايز يعني. هو جاي بهمه وفلوس ولا لا? وفي ناس تقول لا يعني اه ممكن ممكن نظرابة عن الماني وايز ونعملها جست بس ان احنا بنكسب اه علاقة اجتماعية علاقة اه خدمية اه ممكن يكون فيه مشاريع مشاريع بين قائمة بيني وبين الطرف الاخر. والمشروع دوت للاسف جيه موارش منه ربح مالي. ولكن هيبقى خدمي او انا كاني ايه? بخدم في المشروع دوت الطرف الاخر. فالقرار الشركة هنا بيقوله عشان ما نخسرش الطرف الاخر دي. والمشاريع الكتير اللي مفتوحة معاه يا سيدي بلاش دوت يبقى ايه? يعني مش مهم المرة دي نكسب من وراها. ده بس ما نخسرش. بس ما نخسرش. اوكي? طيب. يبقى انا النهاردة قراري هتنكفز المشروع دوت. ولا لأ? ممكن يكون يرجع للفوليسي بتاعة الشركة اللي هتنفس. على حسب ايه? زي ما اتفقنا على حسب اما عملية فينانشيال او نان فينانشيال او شيء مش مادي خالص. طيب لو فينانشيال بقى. لو فينانشيال. خلينا نركز على الحيطة دي عشان هي دي اللي احنا يعني اشق الاموشن والحاجات اللي هي فيها بقى خدمي وعواطف والكلام دوت عواطف مش عارف الراحة فين. اه اه خلينا في الجزء الخدمي. سوري الجزء المالي يعني انا هنفز مشروع اه ما علش يعني خلينا نتكلم ايه? طيب هنا بقى الناس طبعا يعني لو كنت خدت ايكونومي هتفهموا الايه? المعادلة بتاعت الايه? او الفلوس اللي جاياني من ورا المشروع دوت. في ناس تقول انا هنفز المشروع دوت في حالة ان المشروع دي لما تنفز يجي من وراه يعني مش هاعة بدفع وخلاص. فيكون في جاي منه البروفيت البروفيت في حسابات ويضط على الارقام بالفازاتف. او او في بوليسي تانية برضو تقول والله لو مجاش من المشروع دوت عائد ما يوازي عشرين في المية من اللي دفعته كل سنة ها? يبقى ساعتها مالوش لازمة بقى ما نعمله. فساعتها بقى هتشوف لي حاجة اسمها الاي. اللي هو الايه? الانترست ريت. او بوليسي تالت يقول ايه? لا بصي بقى انا لا عاوز اتنين وعشرين في المية كل سنة ولا عاوز ان الارقام انا تقولي بس قولي بس يعني فلوسي او هحقق ربح بعد كم سنة? ليه? فيه ناس تقولك بص من مواردي انا مش هقدر استنفز استنفز ان حضرتك تقولي هات فلوس هات فلوس هات فلوس انا هقدر ادفع في المشروع دوت لحد سنتين او تلاتة. بعد كده ان شاء الله هو جاي فلوس جاي فلوس منه اه? بس انا بعد السلاتين ثلاثة دول مش هقدر اكفيرك. يعني في فكرة او بتاعت المشروع فيه هتقول تاخد مني فلوس هتاخد فلوس هتاخد فلوس ليه? ناس اعمالها بتفكر واهلا بتعمل وورق بيتشطب عليه وفلوس. وكمان تنفيذ. برضو ده كوست عالي. فكون انت عشان تنفز المشروع في فيه تو فلوس هيعودوا يسحبوا منه فلوس قوي. بغير يعني برضو هو بيستنفز فلوس ولكن 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 بيبقى اقل من الفلوس اللي قبلها. انما مبدئيا انا عارف ان فيه فترة اطور تسحب مني انا فلوس. طيب انا بقى مش هقدر ادفع لك افضل ادفع على سلاتين او تلاتة ماكسموم بتاعي. فانت تقول لي ماشي. اتس اوكي. دراست الجدوى. هتقول ان انا هدفع لحد تلات سنين وبعد كده هيجيلي اه ده حلو قوي. فساعتها بقى هنا الكلام على ان. ان اللي هي البريند. ان هي الايه? البريند. عشان زي ما قلنا فيه ناس مش هتقدر تصمد في حالة ان هي لو قاعدة تسح فالمعدة دي هتخدمي في الايباليوشن في اكثر من اللي هي النت كاش فلو او نت بريزن فاليو لازم تلقى بالفضل. او الانترست ريت الاي هم حددوا جوه في الشركة نسبة معينة. اول ان الفترة اللي ساعتها قد ايه? هتصمد فيها. عشان كده لو خدنا بقى الموضوع من ايه? من اول حانة واحدة Welna an old unit. عندي اكثر طريقة لي اختيار المشروع. بيقل اولا. اه 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 it's important to follow a logical process. for selecting the project. for a project to work on. Watering on prod. Needs stakeholders ينا metsifying it. وعايزين نفس دوت ودوت ودوت. اكتر من المشروع. لا استانية واحدة بقى. فرمى. نعمل ايه? اما تقسم البروجيكت القدامة. اا اقتصادي اجتماعي اا ثقافي مش عارك ايه. وبعد كده نعمل ايه? يعني اا نشوف بقى مين فيهم هيجيب ايه? عشان ندي كل واحد او نعمل وهنا فيه طبعا التلاتة اللي احنا قلنا عليهم هنا هنبدأ نشوف الاي بكام او الان بكام او الايه? او يعني ده بكام هيجي من وراء او قلنا نسبة الفايدة اللي او اللي هتيجي منه كام او ايه اعراض السنين اللي انا هبدأ اكفع فيها الحديد. فيه برضو طريقة تانية بس هي مش مش هي عملية هو ما قالوهاش او ايه هو زي مسلا ما انا بعمل امتحان انا الطبك الفلاني شرحته في اسبوعين في طبك شرحته في اربع اسابيع اكيد طبك دوت في الامتحان غير غير دوت. فانا طبعا ما قلت دوت في خمس اسابيع يبقى حط بتاعه يعني احط ده بس من عشر درجة والتاني من عشر درجات. بعمل لها بقى ازاي او ازاي ساعتك بقى بالنسبالي. انت حققت كام من بتاع او بتاع السؤال انا حطته من عشرين انت جبت كام من عشرين او او العشرة جبت كام من عشرة دي عملية او وبعد كده القرار الاخير اللي هو عملية نمسك زي ما اتفقنا اللي هو بتاعنا. احنا في قلنا تري بوليسي. بوليسي بتتكلم على او او يعني حييجي كان فلوس دلوقتي المشروع وقتي. طبعا انا قلت في وسط الكلام دراسي بجد وهبقى ركز عليها كمان شوية. نت بريزنت فاليو او نت نت بريزنت وور هو جاي بهم ولا لأ يعني فيه فلوسش في جيبي بالبوليسي او البوليسي التانية اي هيحقق لي اه اه ربح بنسبة كام او البيباك او البيباك اناليسيز اللي هو والان بقى الان بقى الان بقى الان بقى الان بقى بيك تري بوليسي نمسك اول واحدة. النت present value او نت present وورد. نت present value is a method of calculating the expected net monetary gain or loss from a project by discounting all expected future cash flows. سوا الان او يعني انا رجعت للهيستري بتاعي اعرف بقى كلمة ايه ها الدراسة الجدوة. انا عاوز انافز اخو القرار انافز المشروع دوتا ده لأ. طيب عندك ما يوازي مشروع زيه يعني انت نفسنا مشروع زيه اه انا كنت عامل كبري قبل كده بالمواصفات دي. طيب اه الكبري دوت كان على طريق يتعمل عليه كارت اه طب الكارتة دي كانت جايبة كم? كزا. طب انا صرفت كم كزا? يبقى في حاجة اسمها انا جالي فلوس. دفعت فلوس. النت هنا بقى طرح. يبقى هنا ووضوع الايه? طيب. يبقى انا الوقتي. هشوف من الهيستري بتاعي عشان كده الناس بتقول لك وانت بنفذ مشروعك ياريت كل مشروع يبقى لي فايل. تعمله في صورة بقى صف كابي هارد كابي لازم كل مشروع الهيستري بتاعه فروم ايه تزد يتحط في فايل. عشان يرجعوا له الناس في اي وقت. عشان كده عشان ما حدش يقول لي اذا انت جدت من اين الارقام بتاعت المشروع وهو لسه متنفذ. ده انا عاوز اقرر لسه هيتعامل ولا لا. عشان الناس يترجع دايما دايما بتاعك. في مشروع تنفذ زي ولا لا? او مشابه ليه. مش شرط يكون حاجة بالزبط. حاجة بحط لها ممكن نسبة ايه. بقول بقى عمل حاجة اسمها لو انا هحط شوية ايه. طيب نمسك بقى ايه الكريتيريا هنا ونفصصها. اكيد اكيد طالما فيه ان و اوت. انت عايز يكون في جيبك بالPositive to a positive net present worth or value. mean that a project is expected to add value to the firm or to the company or to the organization and therefore increase the wealth of the owners. انا الوقتي زبط ايه فكرة net present value. بس انا عايز القانون اه اللي هو الرجل هيشتغل عليه. عايز قانونه يعني. فاحنا عرب القانون قبل كده وقلنا net present value بالPositive طبعا يا ريت. طب افرد انا عندي اكتر من 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 مشروع بقارن بينهم. وكلهم net present value تليع بالPositive. اكبرهم اكيد يعني انت عايز بالرقم بالموجب يعني. انت عايز اكبر رقم موجب بقى ادي يا سيدي القانون بتاع net present value او كمان كمان. ده القانون اللي بيبني عليه الكريتيريا بتاعة اليد اهوفو ده. ده. سواء اي او ان او قلنا net present value على حسن. فالن سي اف نت كاش فلو نت نت يعني فيه حاجة اين وفيه حاجة اوت. فتشوف لي لو سمحت الفرق بينهم كامل. وطبعا طبيعي. انا عارف ان في الاول هدفع. هدفع الايه? عشان انشاء البنية التحتية بقى. يعني بعمل بقى ايه? بقى اشتري مواد خيامة. بقى اشتري اا اكوابمنت. صح? بقى اكيد فيه فترة كده حاضر فترة. اوكي. بذنت كاش فلو. او ايه? الديفرنس منهم. ا او والaway والان ن فيا خلال الفترة كده. الت اللي هو ال time of the cash flow �ب что اوالاي التي اللي انت بتحسب خلاله. ال ا للدستان ريت او اللي هو اسمه or rate of return. زى ما قلنا هو هيجيبلي نسبة ارباح كام او the rate of return that could be earned on an investment. طبعا زي ما قلنا لو في present value اكبر من الزيرو يبقى accept the project لو اقل من الزيرو هرجكت البروجكت لو بيساوي الزيرو زي ما قلتلك مش احنا قلنا مش كل الكريتيريا تبقى money wise صح ممكن يبقى في حاجة خدمية ساعتها تقول لي اه لأ تعالى نعمل المشروع ده بنقسى بثقة الثلاث الآخر لان احنا في دينا طيب انا بلجأ ليه بقى لان انا بعمل اني بعمل عندي اكتر من مشروع عايز اقرر مين فيهم وخلاص الكريتيريا بتاعتي اللي فوق اللي تحت يا هاكسبت يا هرجكت سيبك منزل دلوقتي طبعا لما انت بتقول لي يا سيدي كلهم بيجيبوا يبقى خلاص اكبرهم رقم يبقى هو دوت الايه اللي نقرر نغل ناخد بقى اكزامبل عشان ايه القانوني يقولك بص بقى يا سيدي لما فتحنا الفايلات القديمة لمشروع زي دوت طبعا مع اختلاف السنة اللي ساعتك وتشغل فيها بانترست معين انت من متوقع برضو يشوف تحط ايه 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 كان فالي هي بالنسبة له كان بيدفع او اللي هو لحظة مدسة على يعني طبعا لحظة مدسة على يجيب لو انكم هاتوا ستين الف ومائة وعشين يرتو سبعين الف ومائة يرتو واحدة ستين الف وثمانين يوريقوارد رترن فور السسر فور السسر هو ظبط حالو النارات او رترن بيه ابت ماشر في المائة دو يو اكسفت او رجكت او رجكت هتاكسفت ولا رجكت طبعا انا ما قلت لكش الكريتيريا اكيد واضح كل يجيب من هنا ها واضح او ان الدك الان بكام لحد كامير صح والدك ال ايه ريت او ريت او ريت او ريت او ايه انترست يبقى ساعاتك يبقى اكيد اكيد هتشتغل على مين على النيت بريزن بلد هتقوله هو النيت كاشفلو فور تريد ان على ال اي بلاس اه على واحد بلاس اي باور ان طيب تعال بقى نحسب يلا يا سيدي يور زيرو النيت كاشفلو كان بكام بالنيجاتف صح طبعا يور زيرو يعني الان بزيرو اي حاجة باور زيرو بايه بواحد يبقى هيحصل لك هنا تحط الرقم بتاع النيت كاشفلو فوق بنيجاتف مية خمسة وستين الف اللي اللي بعدها كان تلاتة وستين الف مية وعشرين على واحد بلاس الاي الاي بكام اتناشر في المية على اتناشر من المية يعني وان بوينت وان تو سبعين اكتو ثمنمية على وان بوينت وان تو يور تري واحد سعين الف تمانين على وان بوينت وان تو باور تريه طلع ياسي للنب ناشر الف ستمية سبعة وعشرين وتمانية وتلاتين من المية ده بوزيتيف يبقى اكيد طبعا ترمو ما فيش بروجيكتز تانية يبقى انا طبعا ترمو بالبوزيتيف يبقى انا ايه اقبلو انما طبعا لو في بروجيكتز تانية دي تفاصيل تانية احط الارقام ايه احسب دوت واحسب دوت بس النفس طبعا عشان اقارن بينهم يبقى انا احط الايه البروجيكتز دوت واحط التاني اللي جنبه عشان اقدر اقارن بعد كده الريت اوف ايه اوف انترست او ايه الريت اوف انفستمينت اللي هو الاي هنا بقى القانون اه من من بقى الانون في الانون هو الايه الاي هنا بقى اه اه طبعا هناخد بريك عشان نستشن قرابي اخلاص فبس هدي نوت صغيرة قبل ما نروح في ريت كده خمس دايق ونرجع دايق هنا الاي فيه زي ما قلت لك الشركة تقول لك بوس اس ايدي المشروع دوت لو ما جابش او ما حققش ربح نسبة 12% او 15% سنويا من اللي انا دفعته ما تجيبش ايه ما تجيبش همه مش هنفزه يبقى بصوا بصوا هنا البوليسي حاتوا حاجة اسمها ام اي ار ار اسمه minimum acceptable rate of scoop minimum acceptable rate of allocation of return on an investment يبقى الشركة هنا حطت بوليسي بتاعتها المشاريع بتاعتي دوت لازم لو قل عن خمسين في المية اربعين في المية يبقى هم حطوا حاجة اسمها minimum acceptable rate of A of return وبعد كده احنا بقى هنحسب internal rate of return can be calculated by setting in the present value to A to Z بتقول لي ايه ده بقى اقولك انا سريعا كده القانون دوت هو قانون واحد مش هينفع فيه بقى قانون ولا واحد بس فساعدها انا اديك net present value وديك ال N تجيب لنتا ال I net present value هنا قال لي rate of return هتجيبها ما تمتكلي لما تفضطها تبقى بزيرو ماشي يبقى احنا هنحسب العائد بتاع المشروع وانقرنه بالايه بالعائد اللي هم حطوه الشركة التاعتهم اللي هو مين اللي هو minimum acceptable rate of return M-A-R-R انا قارن بقى دوت باللي بيطلعوا المشروع اللي هو ماشي اللي هو بيجيبوا المشروع اوكي طيب انا هسيب حضراتكم خمس دقائق كده break وان شاء الله نرجع تاني على على السيشن التاني بإذن الله نكمل two items او three items اللي قبل لنا شكرا سلام عليكم الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا